تغير للمشهد العسكري واحتدام للمواجهات وتوسع لسيطرة قوات الشرعية هذا ما أنتجته معارك الساعات الماضية في محافظة حجة التي تسيطر على موازين القوى العسكرية في ثلاث محافظات أهمها صعدة والحديدة المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة قال إن قوات الجيش سيطرت بالكامل على مثلث عاهم الاستراتيجي الرابط بين مديرية مستبى وحرض بالإضافة إلى عدة قرى سكنية في محيط المثلث وفيما يعد مثلث عاهم خط الإمداد العسكري الرئيسي لميليشيا الحوثي إلى جبهة حرض يجد عسكريون أن السيطرة على المثلث تجعل قوات الحوثي معزولة عن مناطق الإمدادات القادمة من صعدة وعمران لجبهة حرض وميدي وخط الإمداد الآخر الواصل إلى إجزاء من جبهة الساحل الغربي ووفقا للتقديرات العسكرية فإن السيطرة على مثلث عاهم تتيح للجيش التقدم إلى منطقة مستبى معقل جماعة الحوثي في محافظة حجة ونزع أبرز أوراق دعم الجبهات في المناطق الأخرى القريبة من ميدي كما أنها تؤمن وتسهل تحركات الجيش نحو الجبهات المفتوحة في صعدة معارك عنيفة إذن تشهدها محافظة حجة واتساع لدائرة التموضع العسكري للشرعية والتحالف في عدة جبهات لكن في المقابل يتجه الحوثيون للتحرك نحو قطع أي تقدم في هذه المناطق واستغلال فجوات الصراع السياسي والعسكري الذي تعيشه جبهات الشرعية الأخرى كما يرى مراقبون